السلام عليكم اليوم نحكي كيف ممكن نستخدم منصة InHub اول شي بهمنا احنا انه نحن نحصل على رابط حسابنا على اللينكتين اللي هايه فبضغط على الصورة هنا من الكمبيوتر او من الموبايل وبروح ل View Profile بوصل للصفحة تبعتي وبنسخ هذا الرابط بعدين باتجه الى InHub هاي InHub.ai وبسجل من خلال LinkedIn او من خلال الايميل وكلمة السر تبعتي باجي لهذه الصفحة بحط رابط حسابي على LinkedIn وبضغط تقييم خلال ثواني رح يقيم حسابي ورح يعطيني علامة جودة الحساب من 100 هلا حاليا بInHub احنا في عنا ثلاث خدمات الخدمة الاولى المجانية هي تقييم الحساب مجانا وهي حصلنا عليها الخدمة الثانية اللي هي كتابة مساعدتنا بكتابة حسابنا على LinkedIn والخدمة الاخيرة هي مساعدتنا بكتابة السيرة الداتية فاحنا هون بعد ما شفنا العلامة تبعتنا وشفنا كل قسم وممكن نضغط عليه ويحكي لنا ايش بعض النصائح لكتابة هذا القسم تمام بنيجي نحكي له حسن الآن فرح يحصل لنا حسابنا الآن رح يحصل لنا اربع اقسام رئيسية قسم الهيدلاين عنوان الحساب قسم الاباوت الملخص قسم الخبرة وقسم المهارات فهي هون عطاني اول اشي الهيدلاين كتب لي اياه حسب المعلومات اللي هي موجودة بحسابي انا ممكن انسخها او ممكن اسأله يعطيني صيغة اخرى هلا حكت له اعطيني تحديث عشان يعطيني صيغة اخرى للهيدلاين اعطاني صيغة اخرى فبسوي نسخ نسختها بروح على حسابي على اللينكتين بضغط على القلم وبعدل قسم الهيدلاين بالنسخة الجديدة هايه هنا وبعدين بسوي save تمام تمام بعدين بروح للنكست التالي عشان يعطيني الاباوت سكشن اللي هو الملخص اعطاني اياه بسوي نسخ هنا وبروح على حسابي على اللينكتين لقسم الاباوت هاي قسم الاباوت وبلسق الملموات التالية بدأ شوي تنظيف بشيل النجم وبس وليس كونيكت وهون حاطته رابط حسابي ممكن انا حط الايميل تبعي بدل رابط الحساب وبسوي save هون خلصنا الجزء القسم الثاني بعدين بروح بحكيله next عشان يعطيني قسم الخبرة هاي هون عطاني قسم الخبرة كل وظيفة تقريبا بنقطتين او ثلاثة فانا ممكن ايش سوي انسخ كل وظيفة لنا هننسخ هذه مثلا هاي نسخ بروح للفاندروف انهب باجي على قسم الخبرة هاي قسم الخبرة هون experience هاي انهب باجي هون والقلم وبنزل للوصف الوظيفي وبحكيله هاي مثلا launch كذا كذا بعدين هون بيعطيها نقطة ثانية وهذه تعتبر نقطة ثالثة فصلا عندي ثلاث نقاط هون بعمل save وانتهينا هيك صار معطيني القسم الثالث هلا بحكيله next عشان يعطيني المهارات هدا راح يكتب للمهارات للقسم تبعي هاي المهارات و ها نكتب للمهارات هارد سكيلز و هاي سوفت سكيلز فهذه المهارات التقنية و هاي المهارات الاجتماعية فانا ممكن احكيله strategic marketing بنسخها بضغط عليها هاي سختها نوسي خط بروح لقسم المهارات هاي المهارات هون skills بضغط على الزائد و بضيف هذه المهارة و بحطها وين موجودة بأي وظيفة موجودة عندي و بسوي save بروح بعمل نفس الشي على المهارة الاخرى اللي بعدها و اللي بعدها و اللي بعدها عبير ما اخلصهم بعرف ان موضوع المهارات باخد وقت اطول ولكن هو هيك باللينكتين لازم نضيفهم مهارة مهارة مش بنشبوهم كلهم عباد بعد ما نخلص عدلت انا على الحساب بروح بجيب ال pdf تبعي على ال linkt in هاي هون بضغط على ال resources بعد ما خلص التعديل save to pdf و هاي ملف ال pdf بحفظ هنا وبعدين بروح على in hub و برفع ملف التعديل ال pdf و بيعطيني العلامة مرة تانية بعد التعديل تمام؟ تمام بعد ما اخلص هنا باجي على السيرة الذاتية بديها بالانجليزي خالد الاحمد تالي هلا هون عم بيكتب لي معلومات السيرة الذاتية فانا بصير اكتبهم و اساعدهم فهم كتب لي الاسم الاول الاسم الاخير الايميل الهاتف المدينة مثلا عمان فبدل ما انا اكتب السيرة الذاتية من اول هو كاتب لي بعض المعلومات اللي موجودة فيها هاي موجودة بعدين هون الملخص اللي هو حياخده من النبدة بحاول احكيله وساعدني بكتابة الملخص فهي كتب لي اياه هون هون بدأ اذكر عدد سنوات الخبرة انا بذكرها مثلا 17 سنة هاي فهون صار هيك قسم سوينا هون السمري وهون سوينا الاسم وبعمل هيك لكل وظيفة ولما اخلص بروح للاقسام الاخرى زي التعليم وغيره